أعلنت تحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة أن قواته ستبقى في سوريا حتى تحقيق تقدم ملموس في مفاوضات جينيف وقال المتحدث الرسمي باسم التحالف العقيد رايان ديلون في مؤتمر صحفي ردا على سؤال حول موعد انسحاب القوات الأمريكية من سوريا بأنهم سيبقون فيها حتى إحراز تقدم في العملية السياسية الجارية في جينيف من جانب آخر أعلن ديلون أن التحالف الدولي لا يرى أي عملية لسحب روسيا قواتها المنتشرة في سوريا ويشن التحالف الدولي ضد داعش منذ يونيو حزيران عام 2014 حملة العزيمة الصلبة ضد إرهابي التنظيم في العراق وسوريا وتقول الولايات المتحدة رسميا أن عمل عسكريها في سوريا يقتصر على تدريب ودعم قوات المعارضة دون المشاركة المباشرة في الأعمال القتالية اشتركوا في القناة